سماء مصر، لوحة رسمتها ثقافتها على مدى عصور وسنوات تعرفها منذ الوهلة الأولى فلما كان يعلوه مآذن كفضائح الرحب الذي يحلق فيها صوت المؤذن بنداء الحق خمس مرات كل يوم فإذا كانت القاهرة قد عرفت بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها فإن مصر الآن يجب أن يقال عليها الدولة مئات الألاف من المآذن حيث بلغ عدد المساجد في مصر مائة وسبعة وثلاثين ألفاً واربعمائة وخمسة وستين مسجداً منذ الفتح الإسلامي لمصر عام ستمائة واثنين وأربعين ميلادياً وحتى قبيل ثورة يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى أحد عشر ألف مسجد تم بناؤها على مدار ألف وثلاثمائة وعشر سنين بمعدل بناء ثمانية مساجد في العام فبلغة الأرقام تثبت الدولة المصرية اهتمامها الكبير ببناء دور العبادة في المدن الجديدة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة تولي اهتماماً بالغاً بقضية بناء وإعمار المساجد فمنذ عام 2014 وحتى يومنا تم بناء ألف ومائتي مسجد بالمدن الجديدة فقط بمعدل بناء مسجد كل يومين على أحدث الطرق المعمارية ولم يقتصر اهتمام القيادة السياسية ببناء المساجد بالمدن الجديدة فقط وإنما بقضية بناء وإعمار المساجد وخدمة القرآن الكريم في السنوات الست الأخيرة في كل محافظة مصر حيث قامت وزارة الأوقاف بإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه في أعمار المساجد منها ثلاثة مليارات ومائة وخمسون مليون من وزارة الأوقاف ونحو ثلاثة مليارات من الجهود الذاتية لأهل الفضل تحت إشراف الوزارة لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد وافتتحت الأوقاف ألف ومائة وسبعين مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وتسعة وستين مركزا لأعداد محافظه القرآن الكريم وسبعة مساجد تسلمتها وزارة الأوقاف بمحور المحمودية الذي يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة فالأرقام إلى جانب ما يحدث على أرض الواقع يثبت أن الدولة المصرية حريصة على إقامة دور العبادة حقاً إنها مصر العامرة دائماً ببيوت الله